وصل بومبيو متباهيا بكون زيارته الأولى رسميا مباشرة من مطار بنغوريون في تل أبيب هي الأولى أيضا لوزير خارجية أمريكي منذ زارة السودان كوندوليز رايس منظرة الشرق الأوسط الكبير يمهيد بومبيو من خلال زيارته إلى انخراط السودان في مشروع تطبيعي يمتد من الخليج إلى المغرب مرورا بتشاد سمته صحيفة إسرائيل هيوم الخليج الكبير تنقل الصحيفة عن مسؤول إماراتي رفيع المستوى أن الوزير الأمريكي يخطط لدفع مؤتمر سلام إقليمي خلال الأسابيع المقبلة والمقصود بالإقليمي ذاك الهلال التطبيعي الذي يضم البحرين والإمارات يحتفي الإعلام الإسرائيلي بتلك الحفلة التطبيعية بعد كسر الإمارات جدار الممانعات العربية لإقامة علاقات رسمية جديدة مع إسرائيل وإن كانت هي وشقيقات أخريات تقيمها في السر ودون الجهر من القول من تلك الخاصرة الرخوة حيث دول الخليج العربية تسعى حثيثاً واشنطن إلى مزيد من الإختراق للعرب بعد إخضاعها لأنظمة الخليج المطبعة ظناً من حكامها أن عروشهم تحميهم إسرائيل وهي العاجزة عن حماية نفسها لم يخفي حاكم السودان العسكري اعتقاده بأن التبعية لواشنطن وسلوك مسلك التطبيع المهين لعروبة السودانيين هما السبيل لإخراج السودان من أزماته وذاك ظن المقامرين بالقضية طعناً لفلسطين وقدسها كذلك يفعل عدد من أمراء الخليج وملوكه أنهم يشترون من واشنطن صمتها ورضاها تارة بأموال الشعب خدمة لآل الرئيس ترامب وتارة بالتسابق على ود ابنتها المدللة إسرائيل ترجمة نانسي قنقر